السلام عليكم اللهم صلى الله عليه وسلم على سيدنا وحمدين وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم تسليما كثيرا إذن اليوم اجتمع المجلس الوزراء بقيادة وزير الدفاع ورئيس الجمهورية سيد تبون وكانت هناك عدة قرارات اتخذتها المجلس الوزاري ورايحين نعطيكم المهمة لأن قرارات كثيرة إذن المجلس الوزراء قرر فيما يخص بعض الفئات ما رايحيش نتذكر وقول لكم كل القرارات لأن هناك القرارات يعني تهم وزارة الفلاحة ووزارة الصناعة ووزارة تجارة احنا رايحين نشوفوا أهم فئة إذن رئيس الجمهورية يقرر إجراءات لفائدة من؟ سائقي سيارات الأجراء والحلاقين والحرافيين وأصحاب المهن الصغيرة إذن كي ينقرر يعني جد مفرح بالنسبة للسائقي السيارات اللي يعني ينغبنوا في هذه الفترة نتعلى الجائحة والحلاقين والحرافيين وأصحاب المهن الصغيرة إذن قرر رئيس الجمهورية طبعا في هذا المجلس الوزاري إذن إعانات مالية بثلاث ملايين سنتيم لكل من هات المهن يعني سائقي سيارة الأجراء والحلاقين وأصحاب المهن البسيطة يعني الصغيرة وكذلك الحرافيين دونك إعانات مالية بثلاث ملايين سنتيم الإعانات تخص طلاثة شهر مدة توقف النشاطات يعني هات cage توقف النشاطات رايح هتخص طلاثة شهر متاع توقف النشاطات الله أعلم إذا كانت تلتا شهر كل شهر أه ولا يعني تلتا شهر علحساب شهر 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 هذي كي للمولكم يعني تلموا ثلاثة شهر كذلك القرار المهم جدا وهو تعديل قانون لرد الاعتداءات على مستخدمية الصحة وهذا من أهم القوانين والقرار الذي اتخذ في هذا الاجتماع لمجلس الوزراء بقيادة رئيس الجمهورية والذي هو حقيقة حقيقة ماهوش حاجة الناس رد بلع إذن عندنا الحبس بين سنة وثلاث سنوات لمرتكبي الاعتداء اللفظي على عمال قطع الصحة يعني مجرد كلام ما يكونش يكون مسيء لعمال الصحة إنسا رهي دي بين سنة وثلاث سنوات إذن خلوا الناس تخدم راهم يخدموا اللي فيهم كفيهم إحنا لازم نشجعوهم ما روحوش نديروا البلبلة عندنا الحبس بين ثلاث سنوات وإلى عشر سنوات لمرتكبي الاعتداء الجسدي مثلا واحد ضربوه قردوه أي حاجة عنده اعتداء جسدي يعني هذا الشيء خطير جدا الحبس بين ثلاث سنوات إلى عشر سنوات هذا القطع لازم نحترموهم مهما كانت الظروف ما تنسوش بليه هم تنعم على الأحصاب وكلي ما شفش والديه ولا دارا في شعال الحبس المؤبد في حالة وفاة ضحية الاعتداء إلا مات اللي اعتدوا عليه راه يديل هذا اللي اعتدى الحبس المؤبد يعني السجن مؤبد ما لا إنسان قبل ما يوصل لهادوك الناس اللي رام يخدموه خلوهم يخدمو إذن كان تاني يقرر واحد آخر هو تجميد تزديد الضرائب فورا يعني يجمدوا اللي كان يبغي عندها يسدد الضرائب رئيس الجمهورية قال لهم ديروا قرار أنهم يجمدوا تجميد يعني يحبسوا بكل بساطة تجميد تزديد الضرائب فورا يعني نظن من اليوم الضرائب ستجمد كذلك تجميد تزديد الأعباء المالية وشبه الجبائية هذي أصحاب المالية يعرفوها إذن هنا كل اللي يتعلق بالجباية والأعباء المالية والضرائب ستجمد في هذه الفترة خاصة في هذه الفترة لأنهم الربيع والتحقيقات الرئيس الجمهورية يأكد بأن التحقيقات أمنية أكدت على أن الاعتداءات كانت مدبرة وتهدف لماذا؟ لتشكيك في القدرة على تسيير الأزمة الصحية يعني كين أيدي الله أعلم خارجية داخلية الله أعلم هذا حسب رئيس الجمهورية أنها تشكك في القدرة على تسيير الأزمة ونقول لكم الله يجيب الخير وإن شاء الله تصموا بصحة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته